طيب تعالوا نشوف. نشوف ايه ده بقى اللي بيحصل هنا ده. ايه تبهدله اهل اهل اهل. دي العصيان دي هموم اعباء مسئوليات عقبات مشاكل كل العصيان دي رمز لكل حاجة اللي انا قلتها دي. اه شيلة تقيلة يا ميزان عندك مسئوليات كتير قوي مش ملاحق. على الاغلب دي مسئوليات في العمل. العمل للناس اللي بتشتغل مسئوليات لسلكات البيوت طبعا مسئولياتهم كبيرة وشغلوهم كتير جدا ازا ما كانش يوازي فهو يزيد شغل الراجل برضي. وانا وانا اعترف. الناس اللي بتشتغل تقيبا عايز تبح شغل تاني. تعبد خلاص شايفة ان ارهاق شديد جدا جدا بمقابل مش مرضي يعني هم مش مش حاسين ان مجهودهم على قد المقابل اللي بياخدوه. فعايزين عمل جديد وشكل فيه عمل جديد فعلا. اسعوا بس. انتو اسعوا وان شاء الله في عمل جديد. او هتعملوا عملية مسلا اه تاخدوا تدريب في حاجة بحس ان تغيروا المكان بتاعكم. المسئوليات تقل عليكم شوية. اطلبوا مساعدة يا ميزان اللي شيلة تقيلة انتو مش عارفين تشروها فعلا. لان انتو شاكين مش عارف يرفع العصيان من على الارض. دي شيلة اكبر منكم. حاولوا انه اه تخففوا الاعباء شوية عن نفسكم. اه علشان تعرفوا التنميل. شايفة قدامي مش هرفع الكارتة ده لان عريانين. مش عايزين مشاكل. الحب فيه ارتباط. لا الحمد لله رجع. ارتباط بالشريك او في حالة اختيار. الميزان بيختار شريك. اوكي? بس شكل الاختيار ده يعني هي حاجة شكلها في اول هكده بس مش هتكمل. ده للناس اللي بتعرفوا. الناس اللي لسه في مرحلة التعارف. ليه? شايفة بعد. مش هيعجبك اللي انت حتشوفه. هتمجي. للا شكرا مرسي بي. ممكن يكون البعض ده للناس اللي مرتبطين بالفعل. يعني مش لازم يكونوا في اول تعرفهم. انا حسيت بطاقة الكارت ان هو تعرف من اوله بس برض ممكن تنطبق على الناس اللي قريدي في علاقة. شايفة حد بيدور ظهره وماشي. لكن البعض ده ده آآ قرار صائب. انت عليز ان تعمل كده. ليه? حاجة من الاتنين. للا العلاقة دي بتضرك. فهو احسن لكن انت تبقى عنها. او الشريك محتاج يخاف ويحس بقيمة بعدك. فيبتدي اضارك اكتر. والله اعلم. ده خارمة انت حبب تنسحك. ونسحك. وقاعد بتفكر. تفكر لوحدك. الحكيم ده شخص آآ بيحب يفكر لوحده. بيحبش. ليش ما بيحبش بيسمعنا صاحب. بيسمع من هنا بس ما بيستجبش بيمفز اللي في جميعه فقط. آآ هببت تفكر. انت زعلان من حاجة معينة ونغمس جوه زاتك يا ميزان. وقاعد مستني تشوف الطرف التاني هيعمل ايه? وافتكر الطرف التاني هيدي لك جري. بصوا. اهو. انا مآسف حقك عليك. اوكي? آآ يا رب يمشي الموضوع زم انا شايفة كده. شايفة قدامي كمان نجاح. the world. انت شغال على حاجة انت بتعمل حاجة او انت بتعملي حاجة حتى لو في البيت سبت البيت الراجل اللي بيشتغل. المهام اللي عندك الشهر ده هتكملها على اكمل وجه. اجتمال دائرة. full circle. حاس بفخر بنفسك. اي نعم احنا ما بنديش لنفسنا الكرادت ده لازم نسمعه من حد. فانا هو بس امعه لك. الشقاء اللي انت فيه ده. ده نهايته او المرضوض بتاعه نجاح. مية في المية. انت عامل حاجة ما تخرش المية. الست اللي قاعدة في البيت بتراعي بيتها اولادها. انت عاملة شغل مية مية. مية مية. تخرج نفسك. وحط ثقة في نفسك. وانت فعلا بتعملي حاجة معجزة. انت تعملي معجزة كل يوم. بالنسبة للعمل. اللي بيشتغل برضو في العمل ومطحون بالشكل ده. انت بتعمل معجزة كل يوم. برافو عليكم. وحسوا بالفخر وقيمة اللي انتو بتعملوه. ما تستنوش ان حد يقداركو ويديكو التقدير ده من برد. ادوه لنا السكن. في حالة تطيح اساس لشيء انت حطت حاجة ناوي تعمل حاجة كده وحطت لها اساس. الاساس ده ممكن يكون افكار. ممكن يكون خطوات بالفعل. ممكن الحاجة دي تكون اي حاجة. ممكن تكون مثلا قررت انك انت مثلا هتصالي كل يوم. قررت انت هتصوم اتين وخمس. قررت انت هتطلع حاجة لله. قررت انك انت هتفيدي شغل جديد. قررت انك انت هتتعامل مع اهل بيتك بشكل احسن. في حاجة انت حطت اساسها. بس لسه عايزة شغل. بس الفكرة في دماغك. اللي انت هتعملو ده. هيضيف ليك توازن حلو جدا لحياتك يا ميزان. انت قررت يشوف طلع لك الميزان وانت ميزان. هيزيد التوازن عنك. صورة حلوة جدا زي ما انتم شايفين. شمس طلعة وبحيرة وحاجة في منتهى الجمال. يعني انت فعلا عايز الكمال. في ارتباط واضح الميزان في حالة حب وفي حالة ارتباط. لكن واضح ان في بعد او في فراء بيحصل. وانت حيب ان انت تنسحب شوية وتفكر لوحدك وده قرار صائب يا الميزان. الشريك هيحس بالغلب بتاعه. هيبتدي يقرب وهيبتدي يصلحك. تمام. اااا. الشريك لما هيشوفك انت بتبعت وتتديه دهرك. تفكر وتقيم العلاقة هيحس بغلط وحييجي ويقدم اعتذار وهيبتدي صالحك ويرجعك ليه دين. ااا شرتك تويلة جدا يا ميزان. الارهاق واضح. واضح. مفيش يعني انت فعلا مش قادر خلاص. العباء زيت عليك جدا. حاول تساعد نفسك شوية. شكلك هتدور على عمل جديد. وبإذن الله هتلاقي عمل جديد. حاطت لأساس لشيء كويس جدا جدا. آآ باز التاني. آآ اللي بيقول لي انت مشرتك باللادة. يعني آآ استخفر ربنا. وآآ والله يسامحك. بس كده. آآ حاطت اساس لحاجة. وان شاء الله الحاجة دي حتضف لك نوازم كويس جدا عندك يا نيزان. ريتك حلوة قوي قوي قوي. تعال نشوف بقى الحاجة والعطفية اخبارها ايه? اوكي. الصورة راحت. طب يا جماعة معلش هو الانترنت بس حصل في حيضة. ممكن تخرجه وتدخله تاني اللي الصورة عنده مش كويسة. آآ مانش شايفة كويس. والناس بتكتب كومنس ووصلي كومنس عادي خالص. ها. يا دينا ربي ما يخليك. ما لسب تاني بانه بس لازم برضه اقوله حاجة. لازم يعرف ان اللي قاله ده حرام هو اخد زمن مش انا. آآ ان حد شخصيلي في حياتي ممكن اعرف آآ مين وازاي اعرف. احمد اللي انت بتتكلم عنه ده مش مش طروه خالص مقدرش اقولك آآ مين وازاي. آآ الطروه حاجة فيها اجمال يعني فيها حاجات تتكلم اكتر. آآ زي ما انتو عارفين التروه ما بيقضيش وقت. بالنسبة تسألني امتى ما عارفش ما بيديش وقت. آآ ما بيديش اشخاص ولا حتى آآ انا دراجة اوصفهم لك حتى. بتبقى حاجة آآ جدا. انا زي كرامك صاحب اشكرك يا ريان. واضحة بشكرك يا هواي ده قوي. يا حبيبتي يا بنيت دنتي لامارين. آآ كل الابراغ اتقالت يا جماعة. حتتعاد ان شاء الله اتداء من ديسمبر. آآ فاضل هنا برج واحد بس وهو برج العقرب. ان شاء الله حنقوله بكرة او بعد وبالكتير. تي حقيقي فعلا حصل معي ودورت على شغل كتير. طيب يا رو استماري. استميتي دوري. او تحاولي تاخدي حاجة تمرين في حاجة بحيس انك انتي آآ تترقي مسلا تبتدي الشغل المتكاتل عليه كده يتدي يقل شوية. حبيبتي يا كريس. يا روحي بشكرك آآ بشكرك احمد حاجة جدا. اوكي انت يا ربنا يخليك يا دينا. فان والله يكلمت صحة بتاعياتي. ليه نورهان ده رايتكو حلوة قوي. اما ازيك يا اما 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 ادي صدقتي. ازيك يا راح قلبي. بوسة طبعا ليه كي. بشكرك يا دواء قوي قوي قوي. احكيك عن الحوت روان انا حكيت عن الحوت الشهر ده. حبيبتي يا ولاق بشكرك قوي. اه اتكلمت عن الحوت الفيديو مسجن موجود في الصفحة. ادخلي شوفيه. كانت قرية برضو متميزة جدا تاعة الحوت. طيب يلا نشوف الحالة العطفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الميزان عطفي شوية على فكرة. الميزان عطفي. الله يا سيدي. حلوة قوي قوي طيب. الميزان اه كوين اف كابس. ابتدى يقايم العلاقة بعقله. ده منحي العطفة خالص. او حاسس انه مش وقتها. دلوقتي انه هو يقايم العلاقة بعواطف خالص. منحي العواطف وبيفكر بعقله. وقاعد واخد حذره جدا جدا. نفسه العلاقة تكون بالقوة والصلابة اللي هو رسمها او متخيلها. بس عايز ضمنك يا يا ميزان العلاقة فعلا قوية. منطن تكون بتمر بمرحلة فيها شوية اه تغيير او اي حاجة من الحادث دي. اه اه. لكن هي فعلا قوية. شايف شركك ازي؟ انا شايف ان هو يمكن سلبي شوية يعني قاعد ما بيعملش حاجة. اه انت بيتعمل كل حاجة. شايف ان انت شاي مسئوليه اكتر منه. انت بتدي اكتر منه. وهو مش هستنيها سلبية. بس عايز اقولي انه مش مدي نفس الحاجة. مش مدي لك الميزان. ميزانك مش مزبوط. وانت كل حاجة عندك اللي بميزان. الميزان عندك مبوزهولة. مش مدي لك اللي انت محتاجه. فيه بقى هو عايز ايه? شريكك عايز ايه? هو شريكك شكله مش عارف يعمل لك ايه? يعني هو بصص على كرة كده اعمله ايه? انا مش عارف اعمله ايه? هو مش فاهم. نفسه يعني نفسه يهديك ويرودك. يعني مش يرودك بصه. اهدي يا حبيبي اهدي انا كويس والله انا معاك. انا بس مش عارف اعمل لك ادي لك اللي انت عايزه. بس انا بحبك انا ومش عايزة بعد عنك. ونفس يعمل لك كل اللي انت عايزه. بس فهم يعمل ايه? تمام? شايفك بتتغير بتتحول. بصوا هتغير خالص عليه. متغير عليه. اه والله يا ميزان شايف انه ما بيش داعي خالص. الطاقة ما بينكم بصوا الجمال. انا شديد كارتين عشان اتأكد. بصوا الكارت الاصفر منور ازاي? وده اه بيدل على الفرص. انتوا علاقتكم مليانة فرص. يعني كل ما تحصل بينكم مشكلة بتدوا بعض فرص. والحياة بتديكم فرص. اه وكمان معافاة. معافاة وآآ صحوة. لو كانت العلاقة دخلت في حالة ركود مثلا. ابتديتوا مثلا تميلوا. وده شيء طبيعي جدا بيحصل في كل العلاقات كل يوم وفي كل حتة. ففي معافاة فيه صحوة كده هتحصل ان شاء الله. بصوا بها اللي بيأكد لان كارت كمان اكد لي المعلومات. اول حاجة هنا في عطاء. هنبتدي نبدي شوية. في عطاء. افتكر العطاء ده هيبتدي بني الشريك لو قراءة المجموع اللي حالة العامة انطبقت فعلا وانت بديت لشريكة بالجهر. وهيبتدي هو يجري ورق. وهيبتدي هو يصالحك. هيبتدي قدم حاجات. اهو. بصوا هيبتدي يدي لك حاجات. مرسي يا عمر جدا. وهنا حب مشاعر جديدة هتبتدي تدخل جويك. وافتكر انت هتستجيب يا ميزان بسرعة جدا. للتغير ده. وللمبادرة اللي هيعملها الشريكة. وهتبقى فرحام بيها جدا. وزي ما تقولوا حبكو هتولد من جديد. كأنكو بتشوفوا بعض الاول مرة. وبتحبوا بعض الاول مرة. وحدث منتحي الجنائي. الناس المستنين اطفال. ده كمان كارت الاطفال. ممكن ان شاء الله يحصل اه حمل الشهر ده. وهيدي تاني. وهيبضل هيستمر الشريك في انه هو يدي لك اكتر. وانت كمان تقريبا انت كمان هتديله انت كمان وعلاقاتك وزي ما قلتلكه. ستففني ايه يا ابن انا عايز استلف ولا عايز حاجة ايه بقى لعنيه? فيها فرص كتير كتير مليانة فرص. العلاقة حلوة قوي يا ميزان. والصراحة شريك الميزان لازم يكون اه يعني يحس ان هو محظوظ قد ايه محظوظ ان هو مع ميزان. الصورة فيها حاجة فعلا? ولا كده ازهبط اه ده هي الكاميرا ما كانتش نضيفها اصلا. اه الكومنتات رحت فين? الكومنتات طيب ارجع ايه بعديني? اوكي. الكومنتات واقفة. حديدت الكومنت كله. هو الانت شغيل كويسة هو ما اللي حصل. طيب انا هكمل قرية. ان شاء الله هي هترجع لوحدها. صحيح يا ده معنا شايفة كومنتاتكو خالص. ولا او راشد حد ببيز يقولي اه الصورة حلوة وكله تمام. طيب انا مش شايفة كومنتات ليه لولي. انتو شايفة كومنت? انتو شايفة كومنت خالص. سويا كده? انا اكتب اي حاجة ده ايوة رجعة.